وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات وخلال تفقد الرئيس عبدالفتح السيسي القادة الأعلى للقوات المسلحة استفاف معدة الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم وبزل أقصى جهد للتخفيف من أثار الكارثة الإنسانية شهد السيد الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء بدولة ليبيا وذلك بالنطاق المنطقة المركزية العسكرية وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم تقوم العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض لكن تلك المصالح تتنحى جانبا حينما يتعلق الأمر بالأشقاء فتسم قيم الوفاء وتعل معاني الإخاء خاصة في أوقات الكوارث والأزمات وقد استيقظنا خلال الأيام الماضية على خبرين مؤلمين من تعرض دولتين عربيتين شقيقتين لأزمتين مختلفتين جعلت مصر تهرع لتقديم يد المساعدة لنجدة الأشقاء ستبقى مصر رغم كل الظروف قبلة العرب حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل أوقات الفرح وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والإغاثات على أيمين نقطة المشاهدة تصطف خمسين عرب إسعاف بينهم عشرين عرب فورك وجهزة عناية مركزة بالإضافة إلى تلاتين عرب جزيل للإخلاء الطبي أمام نقطة المشاهدة وإلى اليمين تصطف خمسين عرب حوية محملة بمستشفى بيداني بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية أمام نقطة المشاهدة وعلى يسار ويمين قادة العلم تصطف مئة وعشرين مؤدات الدسية للمسامة في إزالة الهسار النتيجة عن الكوارس الطبيعية وإلى اليسار تصطف مئة عرب حوية محملة بالاحتياجات الإدارية من المهمات والتعينات بحمولة تقدر ألف طن على أسار نقطة المشاهدة تصطف عربات نخلات الأتربة ونخلات المعدات بالإضافة إلى مكينات الكهرباء بالأحجام والصاقات المختلفة ومجموعات روافع المياه انتهى كما شاهد أيضاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس استفاف المعدات والمساعدات الإنسانية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية وكان الفريق أول محمد زكي قد ألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات المسلحة لتطويع إمكاناتها لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم ترتبط مصر تاريخياً بأشقائع العرب بروابط الدين واللغة والدم وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لأعصار مدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب بحدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية ومنذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجهت سيادتكم بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق فصارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للشقاء وعلى رأس تلك الأجهزة القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا والتخفيف من ألامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة احنا وتبقى لتوجهات سيادتكم بارح كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجسامين المصريين التي توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى المراض المصرية وتم تسليمهم إلى الزاويهم بالأمس بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وتمنى الله جميع المصابين الشفاء العاجل إن شاء الله هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب مؤكداً تضامن مصر وتكاتفها مع الأشقاء في ضوء ما يجمع الدول العربية من العلاقات التاريخية وأواصل الإخار بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية نحن نعز مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا وكمان أقدم التعازي لمواطنين في مصر الذين فقدوا في حدث الحدث في مدينة دارنا والمناطق اللي بيلي تعرضت للسيل زي ما تقالت لوقتي أن الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاة الصحية للمصابين تعزية لمواطنين وأسرهم في فقدانهم لزويهم وأيضاً تمني الشفاء للمصابين أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعاً مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان نشكل من أشكال من الدعم والمسند مش حانس أننا نشكر القوات المصالحة على والدولة المصرية بجميع أجازتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول وعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا لكن طبعاً إحنا يعني لما بيكون بنعمل عمل التنسيق طبقاً لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا أنا متصور أن نطقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقع أن يبقى فيه تحت جسامين ناس ودى والشق الفني من الموضوع نقطم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع ده وتحتاجها تبقى إطراعي ده إذا كان فيه جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو الجسامين للكلام دي طبعاً أشقائنا في ليبيا برضو قالوه قال إنه فيه جسامين كثيرة أو فيه مفقدين كتير ساقطوا في البحر بشكركم على إن طبعاً لأن المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية وبالتالي إن إحنا لو فيه معسكر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقائنا لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم وأكيد يعني هم بتقل فيه أكتر من 20-30 ألف بدون ما وفحنا مع أشقائنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الإمكان في أجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة لكن الإجراء العاجد دلوقتي إن إحنا نخفف ما أمكن من الأثار الناتجى عندي سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل ثم طبعاً عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر مش عايز أطيل عليكم أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده وإحنا نأكد أن كل شيء بيتعامل هنا بيبقى تبقى لتصور وتخطيط يبقى ده الشكل اللي دايماً بنتحرك به أنا بتكلم أن إحنا مستعدين دايماً أطقم الإنقاذ المدربة بمهدات متقدمة ده أمر إحنا برضو بنعمله بنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدس المهدات اللي عندنا بما يترقم مع التطور اللي حصل في الموضوع ربنا ما يجبش شرع بدا ولكن يعني لابد هي الناس تبقى أو الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها يعني أنا مرة تانية بشكركم وبشكر الدولة وبعزي أسرنا المصرية اللي فقدت زاويهم وإحنا متابعين الموقف هناك وأي انتشال لجسس لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى زاويهم ويمكن فيه إجراء بتتعامل بما متاح لدينا من بيانات ولو فيه أي حاجة تانية برضو هنبقى بسرعة والمصابين على المستشفى سواء كان المستشفى الميداني دي أو المستشفى اللي موجوده في حمالة التقارات المسترر وإحنا أصدنا نبعد معدة قادرة على أنها تدير أزمة من غير ما تكون عبقة على الدولة المضيفة أتمنى أن إحنا نقدم لأشقائنا الدعم ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة أشكركم مرة تانية متشكرين شكرا جزيلا كل أخي عربي أخي شرف دمي وهيواني فكفا حنوى أهده نبي كان أخى الأحرار شكرا جزيلا أنا لا ربنا أهده نبي أرهت النبي